موسيقى أهلا بكم حزمة القوانين والإجراءات التنظيمية المتطورة التي تقوم المملكة بتحديثها أولا بأول لها دور كبير في استقرار سوق العقار كما أن لإنشاء مشاريع التطوير العقاري واعتماد تراخيصها على قواعد قانونية سليمة ومتينة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بالمشاريع العقارية له أكبر الأثر كذلك في تجميل الصورة العقارية للمملكة في الخارج نهيك عن تنوع القاعدة الاستثمارية من عقار سكني وتجاري وصناعي وسياحي وغيرها الكثير من الخيارات الاستثمارية ونحن الآن في هذه الأيام وفي ظل جائحة كورونا ما هو حال سوق العقار وهل استطاع التعايش والصمود والنمو وحول هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج الأستاذ ناصر الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ورئيس لجنة العقار بالجمعية للحديث عن واقع سوق العقار في ظل جائحة كورونا أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين وباسمكم مرحب بضيفي الكريم الأستاذ ناصر علي الأهلي رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية مسحك الله بالخير أبو علي سحك الله بالنور سعيد وجودك معنا في الورنامج أزمة العقار طالت الكل القطاع التجاري ولا شك كان أحد الذين أصيبوا بشكل مباشر من هذه الأزمة القطاع العقاري هل ما ينطبق على القطاع التجاري بشكل عام ينطبق على القطاع العقاري أم لا خصوصية مختلفة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أزمة كورونا تأثير على كل القطاعات إن كانت قطاع العقاري أو التجاري بشكل عام لكن تعرف اليوم في حاجات الناس يعني مثل اليوم عندنا العزمة عزمة كورونا اثرت على كثير من الشيطة لكن المشرب والمأكل ضروري لكن تلا فالقطاع التجاري والعقاري نفس العملية ان فيه هناك حاجة للناس فالقطاع العقاري فيه جز منها متأثر منها يمكن نقول جزء الأكبر لكن فيه جزء آخر لها محرك لحد الآن يعني لازال نقول قطاع السكن الاجتماعي قطاع الحاجة الى السكن سواء عرض او بيت موجودة في البحرين يعني المؤشرات اللي نقول عنها انه فيه محرك للقطاع العقاري خلال ذي الفترة على العزمة اللي نحن فيها قطاع السكن الاجتماعي وطبعا يعني بجهود الدولة وفرت يعني يمكن نقول برنامج مزايا وتعتبر من افضل برامج اللي يمكن حركة القطاع العقاري من ناحية تمويل القروض نفسها وشراء البيوت سواء بالنسبة المواطن يعني الداخل المحدود فهذه انا اشوفها لحد الآن يعني الحمد لله حركاتها جيدة في هذه لكن في هناك قطاعات اخرى في القطاع العقاري من التضرر نعم فيه موجود يعني نقدر نقسم القطاع العقاري ما نتكلم عنه كحزمة واحدة نعم قطاع العقاري السكني ما زال منتعش او على الاقل يسير بشكل اجابي القطاع العقاري الاستثماري هو اللي تضرر هل هذي صحيح هو تضرر بشكل يعني قل نقول مباشر أكثر من قطاع السكني لكن بعد حتى الاستثماري في جانب آخر يعني يمكن في اليوم في نشاط بعد في هذه يعني في ممكن جوانب القطاع المكتبي تضرر جوانب لتكلم عن قطاعات الشقق اللي خل نقول مدر للدخل هاي فيه ضرر يابي يأجر يأجر المستعجرين الوضع الحالي مو موجود في هذه لكن فيه بحث ترى جوانب أخرى خل نقول فيه حركة شباي القطاع الصناعي في اليوم فيه حركة موجود فيه جزء منها اللي تخص مساكن العمال ومثل ما تقول اللوجستية حاليا مطوف في هذه تعرف بعد أزمة كورونا الدولة يعني بالتشريعات اليديدة أيضا ألزمت أغلب المؤسسات التجارية اللي عندهم عمال أن يكون سكانهم في مناطق بعيدة عن السكان العام تكون في مناطق صناعية وأيضا بشروط يعني محددة بحيث أن يكون السكان ذي ملائم يكون السكان أيضا صحي وفي بعض الأعمال ما كنا نطالب فيه من زمان بضعب 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 ووجوده في الأحياء السكنية بضعب والتكتل غير صحي وغير آمن غير آمن تذكرونك أننا في الفاتر فترات كنا نطالب بذي شيء اليوم المستثمر طبعا يشوف شون التجاه الأفضل يعني بحال يروح الاستثمار في القطاع المكاتب أو الشقعق أو يروح عنده قطاع هين فعندك قطاع سكن الاجتماعي فيه معشر جيد فيه مؤشرات الحمد لله سواء في الشراكة مع المطورين في المشاريع الخاصة تمويلات اللي قسمها البنوك مشاريع البحرينية ضمن يعني إطار واحد وأيضا القطاع المناطق الصناعية في جزئية لتخص السكن العمال أقلب المستثمرين تجهوا لبناء هذه المشاريع لحاجة المستثمر وحاجة الشركات الكبيرة للسكن العمال في هذه فلا نستطيع نجول لأن من المتوقع يعني يكون الوضع مختلف المفترض مفترض نحن لازم نتعلم من هذه الدروس صح وضع السكن العمال ما بعد أزمة كورونا بإذن الله نعديها وترجع الحياة الاقتصادية والطبيعية ومع ذلك السكن العمال يجب أن يكون وضع مختلف تماما الدولة مهتمة في هذه الأمور يعني لأحظ أن أمرك بطلال في الفترة الأخيرة جلسات مجل الزراء أيضا فريق العمل بحرين وعلى السمون للعهد أيضا وزارة العمل الجهات المعنية كلها اهتمت في موضوع توفير السكن العمال بعيد المناطق السكنية ويمكن خلال فترة الماضية أيضا أصدرت بعض القرارات الخاصة بهذا الموضوع فالمستثمر العقاري يبحث دائما عن فرص فاليوم الدولة ألزمت شيء محدد المستثمر العقاري يبحث ما بين هالقرارات عن فرص الموجود في هذه فصار في هناك فرص في مجال الاستثمار العقاري الصناعي لبعض المناطق البحرين أو لأغلب مناطق الصناعي في البحرين بحيث نتوفير هذه النوعية من المنتجات في الفترة القادمة وأنا أتوقع إن شاء راح تكون تنتعش لماذا؟ لأن الدولة يعني جادة في موضوع إبعاد كل العمال عن مناطق السكنية الموجودة حاليا في هذه جميل تكلمت سيد ناصر بأن السكن العقاري يعني للمواطن السكن اللي يدور بيت اللي يدور يعني مكان يسكن فيه وأرض يشتريه ويبنية هذه ما زال هذه ما زال وأعتقد ما تقوم به البنوك سواء بنك الإسكان أو غيره من قروض اجتماعية وغيره هذه اللي المساهم إنه ما زال مستمج دعم الدولة كحكومة أيضا يعني من خلال تعرف جلسات مجلس النواب كان منظم أهم قرارات المتقدم موضوع السكن رسال مكهون توفير التنويل لشراء المساكن فالحكومة الآن الحمد لله رب العالمين يعني ملتزمة بهالأمر نفسه والشراكة مع القطاع الخاص أيضا موجود المطورين العقارين سكن الاجتماعي المطورين العقارين يعملون في كل مناطق البحرين ترى أستاذ العديد بطلال ممتز مطورين الكبار الصغار المستثمرين أيضا يعملون ترى اليوم في مشاريع تطويرية بأغلب محافظات البحرين لموضوع السكن الاجتماعي وزارة السكان يعني تبذل كل جهود أيضا مع بق الإسكان بالشراكة مع البنوك المحلية لتوفير سيولة لهذه القطاع يعني من خلال برامج مزايا طبعا مثل ما تعرف فهذا الجانب يعني لحد الآن مشجع في البحرين ليش لأنه في دعم من الحكومة في دعم من قبل البنوك المحلية والله الحمد وأيضا في مستثمرين يعملون في إطار هذه التوجيهات نفسها بتوفير المسكن المنائم المواطن البحرين وتعرف أنت في البحرين عندنا يعني مسألة السكان جزء مهم من خطة الحكومة وعندني فوق 40 ألف طلب موجود يعني ما قاعد تنقص نحن نزيد السكان ما شاء الله فالطلبات الإسكانية موجودة سواء توفيرها من قبل وزارة الإسكان أو توفيرها من قبل المطورين والمستثمرين العقاريين من خلال تمويل الملوك المحلية السكاني لم يعد مثل ما كان قبل 8 أو 9 سنوات بشهادة الجميع لكن الطلب يزداد والعجلة والعجلة تحل حال الملف السكاني الملف السكاني مطلال فيه نقطة مهمة لازم نشيد فيها قبل نتقدم على قرض أو شراء أو شراء منزل أو بيت أو أيضا تحصل على بيت السكان كانت الفترات طويلة هذه اليوم يعني موضوع مزايا يمكن قلصت المدة من فترة عشر سنوات اليوم يمكن خلال فترة سنة أنت تأخذ لك البيت التي تشتريها أو موجود فيها لأن البرامج مزايا وبرامج ماشي مجرد انطبق عليك الشروط الموجودة فيها فالبرامج ماشي فيها فقلصت المدة التي كنا ننتظرها لحصل قرض سكاني أو شاش من فترة طويلة عشر سنوات قد كانت تمتاد إلى فترة سنة واحدة فيها نعم شام ماشي يقول نحن نتكلم عن الجانب الجاب يعني ما زال هناك البعض الذي يطلب بيت هذا ينتظر شوي لكن يطالب أرض شراء أرض قرض أرض أو قرضي في ثلاث شهور يحصل ها لنمو موضوعنا اليوم لا 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 نقول في هذه لكن نحن نقول أن السكن الاجتماعي سواء سكن الاجتماعي أو سكن البيت أو أرض محرك تعتبر السوق العقار المحرين حاليا بشكل جيد ساهمت 12 الحركة العقارية خلال اليوم الواحد يعني ما تقل عن 800 دينار أو مليون دينار فهذه شيء تعتبر جيد أو الحمد 800 إلى مليون كمؤشر على وضعنا الحال التي نحن فيه التداولات العقارية في 2019 تراوحت أو بلغت ربما 800 مليون دينار هل هذا الرقم أو هذا كم من التداول يساهم في أن سوق العقار في البحرين قادر على امتصاص مثل هذه الصدمات نحن نعم في البحرين يعني تشوف التداولات العقارية في 2019 طبعا 800 مليون ما كان طموحنا نحن نطمح دينار تقريبا مليار و 200 مليار و 200 مليون تقريبا طبعا ممكن نحن نقول 2019 و 2020 بسبب عزمة كورونا و الأزمة الاقتصادية المر في هذه خفضت بس نحن نازلنا في مأمن من من العمل العقاري في هذه هذه التداولات نفسه 800 مليون على وضع الحالي و أيضا ما تمر فيها الدولة من أزمات و الحاجة في الوضع الاستثنائي يتمر في كل دول العالم في هذه تعتبر مؤشر جيد حتى توقعات نحن بالنسبة 2020 ما تكون تداولات العقارية أقل من 800 مليون زائد قاصر في هذه لأن هذه نظرة متفائلة أو واقعية نظرة واقعية أيضا التفائل موجود أو الواقعية موجود أنا دائما كنت أتفائل في موضوع العقار في سنوات التي صارت في عزمات 2008 2011 الناس كانت تنظر القطاع العقاري أنه خلاص انتهي أو في هذه فكننا الحمد لله رب العالمين 6 شهر مطمر 7 شهر مطمر أن القطاع العقاري منتعش في البحرين يعني مع كل الشمال التي كانت في هذه ابتدت فيها يمكن نحن ملكة البحرين تعتبر أكبر أو أكثر الدول الخليجية التي عقب 2008 أسرعها في النمو العقاري الحكومة دائما مهتمة في هذه جوارب ما هي المعطيات التي تساهم من البحرين أن تكون قادرة على الخروج قادرة على أن تمتص الصدمات وتقوم أسرع من غيرها هل في بنية تشريعية أم ما الذي يميز سهر حكمة القيادة الرشادي حفظ جلالة الملك دائما ينظر إلى الاقتصاد شيء مهم رئيس الوزراء تعتبر داعم رئيسي للاقتصاد سمو والأحد عند دائما التغييرات التي تخص للتجار الاقتصاد فهذه حكمة عندنا من قبلهم وأيضا لا تنسى أن عندما تحدث أي أزمة الحكومة المؤقرة تبدأ العديد من المقترحات تشراك مع القطاع الخاص تدابير وحزم نعم نعم عندما نرى أي أزمة أو أي شيء حتى في أزمة كورونا الحكومة المقرة يمكن أكثر دولة وأكبر دولة على حجمنا عطت الحزمة الاقتصالية 4 مليار وشيش 4 مليار و200 مليون دعمت القطاعات العقارية دعمت الإجارات دعمت الكهربة والماء في هذه فهذه الدعم التي تظهر فيها دائما في وقتها فهذه ممكن حزمة حزمة كثيرة تكلمنا نتوقع فيها نتوقع من بعد أزمة كورونا أكيد ستكون أفكار جديدة تشريعات جديدة تدعم الاقتصاد في هذه وهذه التي ينظر إليها سمو رئيس الوزراء من خلال التشاور الدائم مع القطاع التجاري من غرفة التجاري صنوات البحرين المؤسسات المجتمع جميع رجال الأعمال فترة الأخيرة الجانب التشريعي أيضا مهم نحن في مملكة البحرين نسارع في أمور التي تخص القطاعات التجارية والعقاري منها أي جانب تشريعي يحفز من القطاع نشوف أنه هناك تسريع لها مؤخرا كان هناك جملة من التشريعات المحفزة للقطاع العقاري في البحرين لاحظ مثلا الموضوع القانون الإيجار القانون الإيجار الجديد طبعا هذا القانون صدر في عام 2014 طالعام القانون لم يتوقف من صدورها عن التغييرات حسب حاجة المجتمع التعديلات نعم التعديلات التغييرات قد يحدث من فترة وفترة من القانون من قبل مجلس التشريع والحكومة في هذه الجانب اليوم يمكن الحكومة غيرت بقانون تعجير في هذه قانون تعجير في السابق كان لدينا سكن الأممال مثل ما تركنا في المداية اليوم نظم سكن الأممال في المناطق السكنية لا يمكن أن تتأجر عقارك على سكن الأممال في مناطق سكنية إلا بموافقات الجهات البعنية هذا جانب جيد جدا لماذا؟ لأننا كنا ننتظر لتكون في علاقة هو بداية الحل الآن على الطريق الصحيح بالضبط في هذه اليوم الحكومة أيضا مع المجلس التشريع عندهم مجاورات في موضوع قانون تملك الخليجيين في هذه نحن في السابق كان لدينا قانون تملك الخليجيين يمكن الخليج يملك في البحرين مثل البحريني في أي شيء اليوم شنو حاجتنا كمجتمع بحريني هل النظم تنظيم العلاقة نعم بعد التشاور مع المجلس التشريعي قالوا نعم ننظمها بما يحافظ أيضا على موارد هذه الأراضي والشيء موجود فيها القطاع العقار البحرين والاستدامة خلال فترة البحرينيين في هذه اليوم هناك مشاورات جادة ما بين المجلس التشريعي والحكومة تطرق إلى أي نظام أي قانون من خلال المؤسسات من خلال الأفراد تأخذ الأفكار والقوانين وتشرعها بنظام جديد أو قانون جديد بما يناسب احتياجاتنا كمجتمع محفيني في 2008 وحضرتك تفضلت وذكرتها بو علي أن كان في أزمة طبعا 2011 كان الأزمة مختلفة لكن في 2008 تحديدا الأزمة بدأت عقارية صحيح في الوقت المتحدة وانتشرت في العالم وضربت البنوك وما إلى ذلك فهي صميمة عقاري كان في ذلك أزمة 2019-2020 أزمة جائحة كورونا هي صحية ضربت الاقتصاد لكن الاقتصادين يقولون أن هذه الأزمة تأثير على الاقتصاد كبير جدا هل تأثير على سوق العقار أكبر من أزمة 2018 التي كانت عقارية أساسا نعم تأثير أكبر يعني كانت 2008 العزمة العقارية بحتة في التدولات الرحن البيع والشراء كان فيها والرحن كان فيها مشكلة عندنا لماذا؟ لأن البنوك مضررت لأيام فالتمويل وقف في مجال العقارية الله يسميك وكان جانب آخر من العمل العقاري شقال قطاعة العقارات المدرد لدخل إجارات موجود لا لدينا أي شكالية فيها فالجانب الاستثماري التجاري الذي كان معني في القطاعة العقارية 2008 لم يكن لدينا أي شكالية الله يسميك فيها فقط ضربت موضوع البيع والشراء موضوع التمويل موضوع الرحن العقاري لأن السبب الرئيسي كان موضوع الرحن العقاري لأن في 2019 أو 2020 القطاعات كلها مضررت منها القطاع العقاري الجانب المالية الاقتصادية تأثيرها تأثيرها وجود اليوم اليوم المستثمر العقاري يبحث عن شيء يستثمر فيه مجمعات تجارية شقاق سكنية محلات تجارية هذا الجانب اليوم نظر لأن الواقعين كورونا لها تأثير وهذا جانب نظر ليس في البحرين فقط في العالم في العالم كلها الله يسلم يكون نعم فهي وقت استثنائي وقت استثنائي وقد نمر فيها فترة مثل ما تقول 2020 ونصف من 2021 لكن نحن متفائلين أن ترجع الأمور مرة ثانية طبيعتها لأن كل أزمة لها تبعيات وسلبيات متى انتهت الأزمة مثل ما تقول عمل دورة مرة ثانية للقطاع العقاري وهذا ما نحن نحن نسويه دائما أن كل أزمة تصير نعمل مرة ثانية دورة عقارية وفي انتعاش للقطاع العقاري فجانب اللي تخص العقارات المدرر الدخل يبيلها فترة بس لماذا نحن عندنا في البحرين ولله الحمد يعني جوانب دعنا نقول مضيئة في ذي المكان في ذي التواجه تعرف لا تنسى أن اليوم الشقيقة الكبرى السعودية جريبك مثل الجسر رايح رايح الجسر الملك حمل الجديد سيكون أيضا في طور العمل فيه إن شاء الله في هذه فدعنا نقول التقارب التي ستحدث بين الشقيقين من ناحية الترابط الترابط موجود حاليا المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية تعتبر مثل ما تقول من أكبر دعمين الاقتصاد البحرية في هذه فدائما نقول أي أزمة تصير لازم فيها نهاية في هذه بس في الأخير بترجع لأمرض الانتعاش تتوقع حديثك التفائلي جميل هل يختلف سوق العقار عن القطاع التجاري المختلف الثاني مؤسسات صغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة كيف كانت تتوقع حديث عن إلى خمس سنوات أنت تتكلم من سوق العقار أسرع قدرة على الانتعاش وإعادة يعني نشاطه النمو مرة ثانية بعد امتصاص الصدمة مثل ما قلت لك في بداية أن نحن في القطاع العقاري يداما نقول العقار يمرض ما يموت يعني في هذه أكبر يمكن المرة مرض أكثر من السابق لكن مرضها تكون بترجع مرة ثانية في هذه لماذا لأن تعتبر لا تنسى أن القطاع العقاري لا زال بالنسبة لكثير من المستثمرين بالنسبة لها حتى المستثمر الصغير المواطن بعد التقاعد يشتري لشيء داخله أعمن قطاع بالنسبة له تعتبر أعمن قطاع بالنسبة له أو أعمن استثمار بالنسبة له طويل المدى أي يعني واحد يقول في العقار اليوم لو تخلي فلوسك في العقار طايع سوق يطلع لك 6-7 بين 100 كنا في السابق على 10-11 بين 100 اليوم النص انخفط لا يعني لكن بعد تعتبر مؤشر جيد بالنسبة لنا فالقطاع مؤشر صمود مؤشر صمود في هذه لماذا أنت تتعدل أوضاعك مرة ثانية في هذه وأنا أقول لك يعني دائما أي دورة عقاريتي لازم فيها أزمة ومن ثم تبتدي أقوى ومن ثم تبتدي أقوى وهذه طبيعة وأنا متفائل بذي الأمر بس يبيل صبر الصبر يعني يبيل لك وقت لما تطلق صمود بس تستمتع فيها هذا الوقت لما تحدق يعني ايه في هذه دائما يقال بأن السوق العقار في فرص اليوم وقت الفرص يعني اتكلمت يعني السوق العقار السكني ما زال منتعش ناس اللي يبي يسكن يبش يدور بأرض بيد سكن الاجتماعي وما إلى ذلك لكن اللي يبي السكن الاستثمار يعني يشتري يأجر هذي وقت او ينتظر هذي سؤال يعني يومية حصل منها تلك والله سأل مكو يعني 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 وجودك معانا ما يصر من سلك السؤال يعني السؤال دي طبعا الكل عند هالتسؤالات هالتخاوف شنو هالوقت نشتري او ما نبيع ووالله مبعا الساس شيء لذلك يعني كثير من الناس تتصرفيني خلال الفترة الصباحية او يمكن كل يوم شخص وشخصين لازم تتصرفيني السؤال دي يطرح الكثير من الناس ان هالوقت ان نستثمر او وقت ان ننتظر لما نشوف العافظة الله يسعب كل شيء لديه راسة انت اليوم اذا عندك سيولة كاشت نقدا ومو يعني بما تقول ما اعتمد على التمويل من خلال بنوك انا اقول لك اليوم فيه فراس بمكانك انت تشتري نعتمد على التمويل ليش لان الحركة فيه انتعاش يعني نمو سريع نمو سريع يعني اليوم شريت انت عقار مدر للدخل العقار ذي نفسه هو اللي يسدد لك القرض هو اللي يساعدك في تمويل تسديد القرض اللي عليك في هذه لكن اذا انت اليوم تقولي باشتري عن طريق تمويل بنك اقول لك لا انت توقف اذا عندك كاش على حسب ميزانيتك لا تروح الميزانية اللي تكون اعلى من ميزانيتك في هذه ففي فرص اليوم في ناس قاعد تشتري اراضي في بعض المناطق بسعار اقل من السابق فهي فرصة اللي عندك كاش يخليها بعض المناطق المناطق عفوا ارتفعت اسعارها يعني ما بيذكر مشهورية ولكن في بعض المناطق المطلة على بحار يقال اسعارها قاعد ارتفع نعم في مناطق محدد اليوم ولا فرصة يعني بساعة قلنا فرصة العقار في المناطق الصناعية للسكن العمال هاي فرصة اليوم في هذه مناطق ثانية مثل ما تفضل طالما أمرك يعني كان في السابق في كساد وفي هبوط الأسعار اليوم بعد الكورونا المناطق قاعدين تعشد لأنه هو تسافر فتبه مكان تبه مكان تبه مكان تبه مكان تبه في هذه فأنا أقولك مصائب يقاوم أن نقاوم بساعة الفوائد في هالعقار في هالأمو في فرص صحيح تفضلت بوعلي أن حكومتنا الرشيدة دائما تكون داعمة لكل سوق العقار أو الجانب الاقتصادي أو غيرها اليوم ما يحتاج سوق العقار من مبادرات خاصة فيه من الحكومة الرشيدة نحن دائما نقول نركز أنه في دعم من الحكومة في القطاع العقاري ودليل الحزمة الاقتصادية نفسها العزمة المالية الأخيرة نعمت جانب من القطاع العقاري منها التأجير حتى الحكومة نفسها في الأقارات التي تبعها أيضا قامت بتخفيض الإجارات وأيضا بالغاء الإجارات لبعض الأقارات تبع الحكومة هذا جانب نحن كل تكلم عليها لكن نحن نحتاج إلى جوانب أخرى يعني يمكن تحفز من القطاع يعني في هذه اليوم يمكن حركة الإنشاءات شوي وقفت فترة أخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا والأسف السابق في هذه فنحتاج إلى إعادة نشاطها من خلال تخفيض أو توقيف فترة محددة من رسوم البنية التحتية الله سعي مكهو فاليوم رسوم البنية التحتية يمكن تعتبر أكبر عايق حق المستثمرين الصغار الكبار في هذه فالحكومة مقصرت يعني كانت 12 دينار سوتها 10 دينار إذا واحد يدفع الرسوم على دفعة واحدة إذا تدفعها دفعتين بصرة 12 دينار لكن نحن طموحنا أكثر ودائما نطمح من الحكومة المؤقرة أن تكون إعادة نظر في هذه المارة نفس في هذه فرسوم البنية التحتية من أهم يمكن اللي ينتظرها المستثمر المقاول المطور يعني كل الجهات نفسها يعملون مع بعض أصحاب المواد الإنشائية المقاولين المطولين العقارين كلهم مرتبطين مع بعض مجرد أنت ما تخفض الرسوم يكون لك حركة أكثر في النشاط العقاري خلال مرحلة القادمة عندك جوانب أخرى يمكن إحنا دائما نركز عليها أن يتم عادة النظر فيه في موضوع الكهرباء والماء في بعض الإجراءات اللي في موجود في هذه اليوم فيه كهرباء والماء مدعوم للمواطن لكن القطاعات الأخرى غير مدعومة الله يسلمك في هذه فصار هذه الرسوم شوي زيادة فتح الأخيرة يمكن عقب شوي لتنمية هذه القطاع نفسها ومع ذلك نحن دائما نطمح تقصد على الأقل في فترة أزمة كورونا في فترة حالية مثلا 2020 يتم راجعة بعض القرارات التي تطفع الرسوم في هذه فموضيع بعض الرسوم المفاجأة لتطلع على القطاع العقاري في رخص البنار في كهرباء هل بينكم كقطاع عقاري مشاورات مع الحكومة الرشيدة يعني جمعية رجال الأعمال غرفة تجارة وصناعة البحرين قامت بورش وقدمت توصيات ورفعت رسالة للحكومة الرشيدة وكثير من توصياتها أو طلباتها تحققت بل بلسانهم وفي هذه الطاولة في هذا البرنامج أن حكومتنا بتوجيهات من سريجات الملك الحزمة والمبادرات كانت أكبر حتى من اللي توقعوا واللي تطلبوا هل بينكم مشاورات مع الحكومة فيه طبعا نحن كقطاع تجاري يعني يمكن كمؤسسات المجتمع المدني مثلما مكان جمعية رجال الأعمال البحرينية المطورين العقارين بحرين العقارية السيدات الأعمال طبعا كلنا مع المؤسسات ذي لنا في السهم عندنا مشاورات دائمة مع الحكومة حضورنا أيضا للقاءات التي صحيح في مجلس تشريعي من خلال أي قوانين أي تشريعات جديدة يمكن تطلع طبعا عندنا غرفة تجاري صناعة البحرين أيضا تعتبر يعني مثل ما تقول من المحركات الرئيسية التي يمكن توصل فيها صوت التاجر البحرين إلى هذه يعني هناك نقطة مهمة جدا ترى كل هذه القطاعات بمأسسات نفسها جانب مضيء عندها وفي نفس الوقت في عندهم التواصل نحن عندنا التواصل مع الجهات المعنية إن كانت الوزراء إن كان مع الحكومة المؤقرة أو أيضا مع الوزراء المسؤولين فمملكة البحرين تتميز أن والله الحمد سهولة سهولة الوصول نعم وصول إلى الحكومة والتواصل مع الحكومة مع الوزراء موجود فيها فهل الجوانب الحمد لله الجيدة وراح إن شاء الله نوصلها تستمر بإذن الله ما المطلوب من العاملين في القطاع العقاري يعني تفضلت منهم يقتنصون الفرص غيروا بعض الأمور التوجه مثلا إلى البناء الخاص بسكة العمال وغيرها هل مطلوب منهم أيضا تقديم بعض التسهيلات للمواطنين يعني بمعنى الذي يعمل في القطاع العقاري ممكن تقليص في الأسعار حزم مثلا من تشجيعية بطريقة الدافع وما إلى ذلك سواء لتحريك مستثمرين الصغار أو المواطنين اللي يابوني سكنون العاملين في المجال القطاع العقاري يعني أبدوا كثير من المرونة أيضا في التعامل يعني سواء في فترة أخيرة بعد فترة كورونا والله الحم كما نتذكر أسماهم لكن نحن نعرف كثير من أصحاب المطورين العقاريين خفضوا من قيمة الإجارات اللي عندهم دعني نقول هذه نقطة واحدة يعني شيد فيها الله سلام يقول تخفيض قيمة الإجار أو إلغاء الإجار لمدة ثلاثة شهر أو أربعة شهر أغلب المستثمرين سواء كانوا أصحاب بنايات شقاق أو كانوا أصحاب مجمعات في هذه فساهموا في هذه الشغلة أيضا المستثمرين الصغار يعني أو المطورين قدموا حزمة من التسهيلات مثلا للمواطن الشرافي منهم تحملوا مثل ما تقول رسوم البنية التحتية منهم ما تحمل رسوم التسجيل العقاري منهم ما تحمل بعض الرسوم التي تخصى الإجراءات الإدارية في تشجيعية مثل ما تقول وهذا حتى البنوك المحلية أيضا يمكن لو لاحظت فترة الأخيرة هناك تمويل بأسعار مخفضة وتحملهم جانب آخر من الرسوم الإدارية المتابعة لها ففي بعض الجوانب حسب المقدور موجودة في هذه خلال هذه الأزمة ولكل أبدأ مرونة يعني أنا عارف ناس كثير أستاذ الكريم وطلال أن حتى البعض منهم خفض نسبة الفائدة المرجوة لأي مشروع مثلا كان بحصل نسبة فائدة 20 ألف قال أنا بخفض إلى نسبة 15 ألف أو 12 ألف بنار يمكن هذه الكل لا يلاحظها لكن من خلال التعامل ومن خلال الموجودين المفاوضات مع البايع المشتري الحمد لله هناك أشخاص يبدأوا بعض المرونة ونشجع أيضا وهذا وهذا يحفظ على الثقة والاستمرارية في هذا الوقت ونشجع ونشجع نعم 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 نحن نشجع على هذه الأمور نفسها ويمكن ما تكلم عن نفسي أو العظيم الكلمات بس أنا من بداية العقاريين التي تكلموا في بداية ما صارت الأزمة تكون هناك تخفيضات موجودة سواء في الإيجار أو في أسعار الأراضي أو في أسعار أو في أسعار تتلائم الوقت الحالي في هذه فالحمد الله في جوانب ضيئة مرونة موجودة في الكلف هل من حلول أخرى مبادرات أخرى ولا تعتقد ما الذي يقوم فيه الكل اليوم والذي تفضلت فيه الآن كافة إن شاء الله أن السوق العقار يعود وينتعش ومثل ما قلت هو صامد وقادر على ذلك نحن ذكرناها وطلال يعني ممكن أغلبها والله الحمد موجود في هذه لكن هل من الحلول أخرى طبعا بعد أزمة كورونا تطلع أفكار جديدة وهذه الموجود في عندنا كمجتمع أنه نستعد اليوم حقا نستعد اليوم في بعض الأمور يعني في حلول تخص التشريعات قاعد نستعد لها في حلول تخص التصنيفات المتعددة في مناطق البحرين قاعد نشوف لها شلو الموجود في هذه فالحلول سواء من جانب الخاص ومن جامل الحكومي يعني خلنا نقول الاستعداد موجود لها في غلال الفترة القادمة إن شاء الله أنا شرفت بوجودك مع أبو علي شكرا لهذا الحضور وما تفضلت فيه اليوم كان مهم ومهم جدا شكرا جزيرة شكرا كما شكركم مشاهدنا الكرام على حسن المتابع نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة إلى اشتركوا في القناة